هذا وتولي مملكة البحرين بذل الجهود الحثيثة الهدفة إلى تعزيز صون كرامة الإنسان واحترام حقوقه باعتبارها أحدى مرتكزات المسيرة التنمية الشاملة للمملكة بقيادة جلالة الملك المعظم في إطار دولة المؤسسات والقانون الإنسان هو محور التنمية والنماء فصون واحترام حقوقه يعد جزءا أساسيا من ثقافة مملكة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية وهو ما تؤكده الإنجازات المهمة التي تحققت على مدى السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان في ظل التزام المملكة التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بتلك الحقوق وتكلل هذا النجاح بفضل توجيهة سديدة من لدن جلالة ملك البلاد المعظم الداعمة لحقوق الإنسان والجهود المثمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبر ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها وضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية وكفلت مملكة البحرين في قوانينها وتشريعاتها حرية الرأي والتعبير والمشاركة في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب كما للمرات في المملكة حضورا فاعلا في المسيرة الوطنية المباركة البحرين تخطت بانجازاتها حدودها الجغرافية في نشر مبادئ السلام والتعايش لتصبح مثالا عالميا وأظهرت ما تزخر به من سمات وقيم نبيلة في التعايش والتأخي والتعددية وقبول الآخر ويعكس تحقيق المملكة الريادة والتمييز في مجال حقوق الإنسان استمرار تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية من أجل ترسيخ المنظومة الحقوقية الشاملة في المملكة ترجمة نانسي قنقر